ونزلت فعلا خط قرارنا انا نزل بلد لقيت بمدارب منسل الجايل لحد عندي بيقولوا للي فيهم دارب يستطيع عاوزك تحت في البيت وانا عاعد كده كنت دايماً وصغير عاعد فوضى الواحدي قلت بقى لك خل الواحدي دوء طول عمري يعني حب ان انا عاعد لوحدي الهدوء بميت دايماً ان انا عندك اخواتك كابتن كنت اه اه عندي اخوات طبعا اه اصورتي كبيرة جداً واخواتي كطاري بس فلكن انا كتر واحد كنت بلعب كورة ومكلهم كانوا معاو بس بطل وبادر انا اللي كنت الكورة حياتي كورة ودايماً يعني يعني ماسك في الكورة وهي هويتي اللي انا بعلها بحد الوقتي انا ما عافش عاير الكورة يعني ما عنديش هويات خالص في حياتي غير لعب الكورة واكتشاف المواحد واكتشاف المواحد ده بجالة التدريب والشغل انما اصد دلوقتي يا سلام ان انا بحب بلعب كورة مروحش مصر فالعب كورة يعني ما حبش حتى اجازاتي ما عنديش اجازاتي حبش اجازاتي بقى في العمل برضو واروح لعب كورة في النادي وشكرا الديني بس ولا روح مصرف ولا بحر ولا اسافر اسافر الشغل عمل انما انا حب لعب كورة ولا ليه مثلا يعني عديتي كلها في النادي الآلي ولعب كورة وكفر الشمس ولا روح يعني ولا روح كورة ولا ليه اعداد خالص هي دي احلى عدلية في حياتك وخاصة اليوم الخمسة وننقعد بقى وننصم مع بعض ونلعب مع بعض ونحدى وبعدين فبس فجاء المداري ببنسوف اللي ما تيجي تلعب معي ببنسوف فتقوله كي ماشي هلعب بضاني على الصمارة ولعبت فعلا ببنسوف قدمت موسم من أحلى موسم حياتي برضو باكليفت وهداف ومعهم كان درجة ثالثة ببنسوف درجة ثالثة كل السعيد أنا أخدته تعودت بقى من ببنسوف لحد أسواق وعملت موسم كويس جدا واثناء الموسم بقى لعيبنا النادي الأهلي ماتش بها خلال الموسم كانت الجامعة عاملة مباراة في عيدها القومي فاختروا بعض من اللعبها الكويسة اللي في المحافظة أنا كنت منهم كان بقى كابتن عمرو بالمجد الله يمسي بالخير سواء كمال حافظ ربنا أرحمه وبقى كان موجود المجموعة الشباب الكردي والمجموعة الصغيرة يعني كلها فأنا لعبت مع ببنسوف ضد النادي الأهلي بكلفت برضو فعملت ماتش كبير جدا ومش هنسى اليوم ده خالص لأنه يوم غير يعني حاجاتك يجدا في حياتي يوم اللعب يقولوا يومك بقى ورينا قدراتك أنت ممكن كنت تلعب في النادي وفعلا عملت المباراة لواحد بقى كلفت ضد النادي الأهلي وجمهور كان مالي أستاذ بني سويف من إيه أنا جات البداية بقى قاتت كابتن عمرو بيكلمني طب إنت موليد فعلا ستين طولوا آه والله ستين تفضلوا أنا يعني للي كنت بعمله السرعة والقوة قد بقى لك وإن أنا أجروح وأسود كان عندك كم سنة كابتن ساعتها كان 18 سنة 78 78 بس في حضرتك من السوف عرفوا أن النادي الأهلي وجيت بقى عملت اختبار في النادي الأهلي كان مستر ديكوتي موجود كالفات شعبان وقال لي خلاص أنا بعت لك بقى في وقته مناسب جيت عملت اختبار فعلا في النادي الأهلي وقال أنا بعت لك في الوقت المناسب روحت طبعا ما ديش اهتمام خلاص يعني خلاص خلاص فلاقيت بقى يعني كان حصل بقى خصص كبيرة جدا وفي نفس الوقت لقيت تلغرف جايلي بيقول لي استناني في في المقالات اللي جايه وصل بقى نشوف في الساعة واحد ايه دا تلغرف من النادي الأهلي اه من النادي الأهلي تلغرف جايلي أنا ما فيش حاجة خالص قدر ربنا سبحانه وتعالى فروحت فعلا مستني على عند القطر وكان معايا أخوي اللي يرحمه فجريت واحد بيبص وقال لي انت ربيع عسين قلت له اه اه كان عم عبد البقال كان الكابت الماهر مسافر يلعب متش محافظة سواق كابت الماهر كابت أحمد ماهر بفرقته أحمد ماهر اه اه قال له هو معايا وما تخافش عليه وقال له ما تخافش خلاص سيبه معايا خدوني معايا خدوني سواق جابولي لبس جربت شو سلول باكليفت وشو سلول باكراي جيت من سواق على بيته في الهرم قال لي مش هسيبك على الهرم قلت له ماشي اوكي وانا ماشي وتاني يوم الصبح كان هو ستة فري مرتاجة الله يرحبه عنده محافظ بانسويس رايح للمحافظ بباشر على طول تاني يوم الصبح أنا فاكر بيت الصبح كنت في النادي الاهلي اول مرة كنت تدخل طبعا النادي الاهلي فروحنا للمحافظ قال لا الله يا جماعة ده الورق ليه الصراحة مبارح للمؤمين العرب احنا هم ودوا الورق متاعي لما سمعوا ان فيه تفاوضوا فيه وواحد بيسامق لك طبعا نوديه العرب الموديه لك الله طبعا نوديه الإسماعيل اهه كانوا كل الأندي قريبة من بعض اه بن السوي في مقاولين مقاولين إسماعيل المقاولين كان فيه طبعا المقاولين هو رئيس شركة مقاولين طبعا وفيه تخطبار حياتك خرابة الناس محترم وناس على مستوي يعني قبلت المهند الصلاحة صلى الله لا لا أنا قديه الإسماعيل انفحش انت يا روحت خدوني الإسماعيل ودوني إسبوع في الإسماعيل ده إسماعيلي ما تسبوش وفعلا جاب استمروت ومضيت فيها مضيت في الإسماعيل مضيت في الإسماعيل ما هو خلي بقى كل ما هو كل واحد بقى يعني فكانت قصة كبيرة جدا فطبعا أنا كترغبتي من الأول خالص لا لا ما فيش كلام طبعا يعني الأملة كبيرة وأنا أهلاوي ولا هجيلي النادي الأهلي يعني ما ينفعش أقول لا ولما الفريق مرتجي راح للمحافظ قالوله الورق راحل ما قولين عرف فخلاص فالدماغ الكبيرة ما شاء الله الإداري الناجح اللي بيحب النادي وأنتمي والشاطر قال انت رغبتك وقال لأ رغبة الأهلي طبعا الرغبة هنا هي اللي فصلت بكل احترام وبكل أدب الناس تستمحوا وقالوا خلاص ورغبتهم ما نقدرش فجاب بقى كرني متاعي من المنطقة فاسيوت ما انساش الموقف ده في عز الحر الساعة واحدة الظهر في عز الحر عما عبدالبقال يركب الأوتوبيس ويروح أسيوت كنا احنا تتابع أسيوت مش بني السويب في المنطقة ويقول لي بقى يعني ان شاء الله ربنا يكرم وأخلصك من أسيوت ولقيته أنا بطلوبه بالليل على الترفون الأرضي قال لي مبروك وقعت النادي اللي انت خلص تابع النادي الآن خلاص خلاص تابع القاتل يعني Content